وراهي انستالينج وراهي جريمة ارهابية خطر العبيد ما همش انو غياليس بابل يا راي صفحة فيسبوك يا عبيد يخي يا تسامحني يخي احنا الالفين وحداش يخي الدنيا باش تخوضت وباش تخلضت وباش الناس هبطت للانشويرة مش بالفيسبوك مش الناس تطلب في بعضها باش هبطوا للشويرة بالنزاقات عبرها شنوها كانت تجي ماي عبر فيسبوك وخاصة لجروب فيغمي وخاصة لجروب فيغمي وسمحني والانتخابات وادارة الانتخابات كل الانتخابات مهيش بالجروب فيغمي والفيك نيوز اللي قاعدت فيه والفيك نيوز والانتوكس وكي تحب تجرم حد تحبط له حملة كبيرة انتي اللي عبيد يذر لهم الاف وحنا عنا كالمثال كفاش يقولوا العظمة ما تقول طاق كان ما فيها الثقافة هذيك اللي تخليك تصدق طول على خاطر المعلومة كي بتعودها متين الف مرة نص صدقة معنية هالناس زمها تعتي قيمة لكل ما هو شبكات اجتماعية كي تبدأ مهيش مراحبة وكي تبدأ خاصة تهدد السلم الاجتماعي وتهدد امن الدولة ويظهر لي معنيةها وقته 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 باش تقف وزارة الداخلية وايضا وزارة التكنولوجيا الشي اسمها الاتصالات لازمها نغم الماء من المفروض هي تقف للحكاية ادومة مش مش نظر بحرية التعبير بالعكس حرية التعبير لازمها تكون مضمونة ومقدسة لكن كيف نشوفه بلي ثم اتراف معنات الهدف الوحيد هو تقويض امن البلاد وقتها لازم ناخذ مواقف ومواقف جدا مواقف دولة زيدا مش نستنيه لحبيد نستنيه السحوات في انتظار مواقف الدولة البراح رئيس